مرحبا بكم الناس الكل شكاولكم هكا في غسيت مزينا برشا ومش تهي زيدا كيف كيف حاجة حلوة للسهرية وإلى زيدا قيوة العشية مش عملوا مع بعضنا مقروض بالفاكيا بنين برشا ان شاء الله تعجبكم انتوما الغسيت وسهل زيدا كيف كيف في نفس الوقت متنسى وش لايك وبغتاج نفيدو الناس الكل ونمشيوا مع بعضنا نشوفوا الطريقة متاع التحذير اللي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها كالعادة اخذيت السلادية متاعي اخذيت هوني بش نقيس معناها بالصحفة صحفة سميد متوسط صحفة سميد ارتب ولا دقيق النعم وصحفة فارينة قد قد يعني قد السميد الارتب والمتوسط قد الفارينة بش نضيف هوني معناها رشا ملح وبش نمشي بتبعت الحالة نسخن الزيت متاعي وبش نحط كيف كيف بتبعت الحال هوني نص مغرفة صغيرة يعني بيكاربونات وبش نخلط المكونات الكل والزيت كيف كيف نفس الكيلة متاع القسط بها يعني مكونات بش نقيس زادة الزيت هوني استعملتنا الزيت زيتونة سخون ردوبانة باتباعها وهيكا نبدأوا مبسسوا باتباعها بشوية بشوية السميد والفارينة ومكونات متاعنا الكل قبل ما نخليوها ترتاح هوني حتيت شوية معناها زعفران في شوية معناها ماء عطرشية خليته هكا شوية بش نحط هوني تقريبا يعني نسوسوا مغرفة كبارة متاع اكل وبش نحط هيكا شوية زعفران ونخلط باتباع الحال مكونات متاع الكل مهم برشا نبسسوا المكونات بزيت زيتونة بالباهي 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 قبل ما نخليوها يرتاح تقريبا ساعة ساعة ونص هنا لقيقة بش نخليه هيكا يرتاح حتى لين بعد نضيف يعني الماء يعني بشوية 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 دافي هوني كيما نعاود نقول لكم ردوا بيكم معناها السخون وكل هاو كنبسسوا بشوية بشوية ونغطيه ونخليه وبتباع الحال الخالي تمتاعنا بتباع الحال يرتاح ارجعت هوني بعد يعني ساعة ونص وحطيت هيكا الماء دافي بشوية بشوية مش نعجنو بش نلمدوها كهو بترفي بشوية بعمتاعنا ما نعجنوش يعني العجينة اللمدوها ونبعد بش نتنا نمشي بتوع معاكم بش نحضروا الحشو اللي هو الفاكية كيما قلت لكم نخلطو هيكا بالباهي تكون هيكا عناية ميزانية يعني نحطو بشوية حتى نوصلوا لطريقة معناها المكاونات هذي ونخليوها ترتاح عندي هوني شوية لوزم هاروش بفريوة وشوية كيف كيف فصدق هيكا تقريبا حكاية متين جرام ذفت لهم هوني زادة بفريوة مرحية وذفت تقريبا زوزم غارف كبار سميد ارتب نخلط بالباهي المكاونات متاع الكل وباش نضيف تقريبا هوني مغارفتين كبار المكاونات متاع انا كان استحقيت نضيف شوية معناها العطرشية باش نلمد العجينة متاع بالباهي بالباهي منحطوش الحقيقة الماء انا هيكا هذي هي طريقة وجيني بنين الحقيقة ننشكلو هيكا دي بودا يزمها العجينة في يدنا كما قاعدين نشوفو تتلمد كلمدوها تتلمد معنا مش تبدأ يعني هيكا مفاتفة هيكا يزمها تكون العجينة نحط يعني البودا متاعي ونرجع هوني انحل بتبع العجينة ناخب شوية العجينة ونحل ونحط هيكا الفيكيا من داخل وبعد نقص بتبعها ونكمل حتى هههههه الحقيقه هودية تقريبا ميتين غرام يعني نذكر علي الحقيقه الكمية متاعي لكل متاع المقروض ه définنا برشاELI قاعدين تتفرجو توا لم تانسيائك ونحطات去 مهند من برشا عاشبك المقروضة فلعك مقدع فلعك لي في بارتاح وينغ smame كلbon م esca المال عاشبك يا رب ي Japon الميت و مقروض. صحيح. نكمل نقصة. استعملت القالب هيدا. بعدها بدلت بالقالب الاخر بيش نحب نعملو مع اصغر. ونبعد يعني تجمو تعملو كيف ما تحبو انتوما حتى من غير قالب شاركت معاكم مقبل. يعني اكثر من نوع مطاع مقروض واكثر من معناها طريقة. ان شاء الله تعجبكم. لكن بالطريقة هذي سيختول مقروض متاع الفيكيا بنين برشا. وهيكا تحبو تخليوها خشينا الفيكيا. انا حقيقة حاولت هيكا تكون معناها ما تكونش خشينا برشا بيش مب ما تبديش هيكا ولا. كل هي اذويق لحقيقة. لكن انا بالطريقة هذي هوكا بنين برشا لحقيقة. دون كوني كملت الكمية ما شاء الله تبايق يعمل ستة وستين كيف. سخن الزيت. ونبدأ نقلي الكعبات متاعي الكل. ومتاع المقروض. الشحور كالعادة دونك هذيكا هو ما نبدلوش دي ما نشاركو معاكم. زوز كيسين سكر كيس ماء عصر قارس. بعد ما يغلى شوية. دونك بعد نطفي وننكه كما نحب انا يعني ما عطر شية ما وردي لتحبو انتوما. ذيكا دونك شاركت معاكم الشحور في برشا فيديوهات. ان شاء الله انتوما زادا تستفيدو. نكمل الكمية متاعي الكل. ونكمل هوني ان نشحر المقروض متاعي. وبعد هكا ترشو الفكر. ترشو جرجلين. ترشو لوزم هروش. كيف ما تحبو انتوما ذيكا شوية يرجع لكم المهمة طريقة. بنينة برشا. وبنينة على الاخر حافظوا بش تكون يعني نفس المراحة اللي انا عطيت خيرو لكم ونفس القياس زادا كيف كيف حوكا بصحيفة. كل ما تحبو تضعف وتعملوا ما اكثر ض المكونات اللي انا اعطيتهم لكم. وصحة وبشفى لكم الناس كل بالمسبق. بش نحل معاكم اكعيبة وتشوفوها. صدقوني روعة من دخل هشوش بنين. بس يحتووا مع السيغو يكون هيك خفيف حاجة ولا اروع. ان شاء الله تعجبكم انتوما وديما تعليقاتكم تفرحني. وان شاء الله انتوما زادا. اتجربوا الغسايت وكيما قلت لكم من القهيوة العشية وقلا زادا حتى لفطور السباح وقلا زادا على السهرية. نحل معاكم اكعيبة. شوفوا لي هاك البنة ولا اروع. حاجة روعة لا تفتفت في المقلة لا سمحوني في القليين لا تفتفت لا حتى شي حتى في الشحور دونك كيف ما هو. ان شاء الله تعجبكم الغسايت. شوفوا لي هيك البنة حاصل يسلمي دايتي وبروك هاو. نحبكم برشا الناس الكل ما تنسي وشكل عادة دي ما تعليقات الحلوة المميزة. اذا يا مقروض الفيكيا باي امولا ولا مقروض البقلية وساعات يسميوه. نحبكم برشا الناس الكل وفي امان الله. ربي فضلكم شكرا لمحبتكم اينا زيدا. نحبكم برشا. تابعون على قناة اليوتيوب وشجعوني كتشن اميل تونيزيا بس لما.